الحقيقة اليوم هو التظاهر الكل يعلم أنه حق مكفول للشعب العراقي استخدام الشارع يأتي من سوء إدارة داخل الدولة أو وصول الحالة الإصلاحية داخل الدولة أو داخل البرلمان إلى حائط مزدود أنا أقول اليوم وبملء الفم أنه الإصلاح داخل قبة البرلمان وداخل الحكومة وصل إلى طريق يكاد أن يكون مزدود لأنه تعلم اليوم الإصلاح يحتاج إلى أصوات داخل البرلمان للتغيير تعلمون أنه التصويت الأخير على الوزراء الذي حصل كان ترسيخ للمحاصصة وترسيخ للحزبية واضحة جدا داخل البرلمان لذا أعتقد أنه أحد الأسباب التي دعت لسماحة السيد أن يدعو الشارع أنه تجمد أو تجميد الإصلاح أو وقوفه عند حاط مزدود هذا حسب رأيي وإلا أنه سماحة السيد هو المختص بهذه القضية يعني هل تعتقد أنه هذا إصلاح اللي يخلي بناتنا اليوم موظفات الأمان العام للمجلس الجزراء ينهزمن يطلعوه الأهل أنا أعتقد موظفي البرلمان يطهم أمر طلعوا فرغوا البرلمان من فوضية لتجون خاف الجماعة يفتونه هو هذا الإصلاح؟ يعني أنا أعتقد أنه اليوم الموظفين اللي يطلعوانه موجود بالبرلمان حد الساعة الثنتين ظهر لا يوجد أمر صدر أنه بالخروج لكنه بعض الأشخاص ما أعرف أنه ليش طلعوا وإحتمال يريد يشوشون الصورة وأنه توصل للشارع أنه البرلمان مهدد لا أنا أعتقد أنه البرلمان غير مهدد نائب رئيس البرلمان هم يريد يشوش الصورة من قال أنه المستهدف من المفوضية المستهدف البرلمان طبعا المستهدف البرلمان أنا أقول لك المستهدف المطلوب من البرلمان مو المستهدف أنه ضغط الاحتداء على البرلمان اليوم من كل تظاهرات يأما تستهدف الحكومة رئاسة الوزراء يأما يستهدف البرلمان للضغط عليه لإصدار قرارات تدعم الإصلاحات التي طالبها بها الشعب العراقي كما قلت لك أن الإصلاحات وصلت إلى طريق مزدود تقريبا ككتلة أحرار طالبنا وتخلينا عن عديد من المناصب الموجودة وزراء حتى تخلينا عن كل مرة نتخلى عن وزراء لكن نتفاجأ أن الأخوة تكون هناك بينهم مناكثات داخلية على هذه الوزراء وما حصل بالتصويت الأخير والمشادة الكلامية داخل البرلمان بين الأخوة تركمان على وزارة هي أصل للتيار الصدري هو عطاها لرئيس الوزراء وعلى أساسا يأتي بتكنقراط مستقل سبحان الله تحول الموقف داخل البرلمان إلى الصراع بين الكتل على هذه الوزراء